تعرض تطبيق واتساب لأكبر هجمة إلكترونية واختراق للبيانات مرت على تاريخه حيث يتم معرض أرقام هواتف ما يقرب من 500 مليون مستخدم للبيع عبر الإنترنت فيما نفت شركة ميتا المالكة للتطبيق ذلك مؤكدة أن المنصة تضع خصوصية وأمان المستخدمين على قمة أولوياتها وأنشر موقع سايبر نيوز تقريرا قال فيه إن تسريب البيانات أضر ب487 مليون مستخدم في 84 دولة وفي مقدمتها مصر التي شهدت تسريب البيانات نحو 45 مليون مستخدم وتضمنت تسريبات بياناتها 35 مليون من إيطاليا ونحو 32 مليون بالولايات المتحدة ونحو 30 مليون في السعودية و20 مليون في فرنسا ونحو 20 مليون آخرين في تركيا وفقا للموقع يذكر أن متى كانت تعني في أبريل العام الماضي من تسريب بيانات أكثر من نصف مليار من مستخدمي فيسبوك وكانت تسريبات تشمل أرقام الهواتف والأسماء الكاملة والمواقع وتواريخ الميلاد والسيارة الذاتية وفي بعض الحالات عنوين البريد الإلكتروني